السلام عليكم موضوعنا اليوم راح نكمل موضوع الاحتكام بديو اليوم راح يكون حالة من حالات الأسئلة يعني السؤال يجيب طريقة ما متعودين عليها مثل هذا الشكل عندي هنا أرض عندي هنا جسم أو بلوك بي وقاء بلوك وعليها قوة مقدارها بي شلو راح نتعامل وياهي تشي نوع من الأسئلة طبعا هي تشي نوع من الأسئلة يعتبر حالة من حالات الشروع بالحركة يعني الكيس 2 فإذن عبارات الشروع بالحركة راح تكون موجودة عندنا بالسؤال فأول شي عرف هذا السؤال من شكله يكون عندي أدسام فق بعضها ثاني شي بالسؤال تكون عندي عبارات الشروع بالحركة اللي حتينا عليها في الفيديو السابق فراح نستخدم البروسيجر مع الكيس 2 اللي هي الشروع بالحركة هنا احتماليات الحركة متنوعة من أسحب هذا البلوك اي بقوة بي راح ينزلق البلوك اي ويتحرك يناني مسلط عليه قوة والجسم بي راح يبقى ثابت بمكاني فبالحل أفرض يعني البلوك اي ينزلق والبلوك بي ثابت واحد معادلات الاتزان واجيب القوة بي الاحتمال الثاني الجسم اي و الجسم بي راح يضحركين كجسم واحد فبالحل نفرض ان جسم اي و بي يضحركين كجسم واحد ونشتغل معادلات الاتزان وهم نجيب بي القوة بي اذا هو كان رائدها بالسؤال طبعا بعدها من هاي بي و هاي بي نختار حسب المطلوب بالسؤال زيان هذا الرسم نفسه راح ارسمه هنا بس هل مرة القوة بي مسلطة على المستطيل بي شنو احتماليات الحركة اللي راح تصير عندنا يا اما المستطيل بي اللي هو المسلط عليه القوة راح ينزلق واحده وهذا الاي راح يبقى طاير بالهوى فترة بعدين يسقط على الارض الاحتمال الثاني المستطيل بي واي راح يتحركين كجسم واحد اي و بي ينزلقا كجسم واحد عندنا هاي الحالة انلي جدار وعندي ارض عليا بوكس فوقا بوكس آخر القوة بي مسلطة على المستطيل بي بس الجسم اي مربوط بحبل بالجدار هنا انا عندنا ملاحظة مهمة كل جسم يكون مربوط بحبل احتمالات الحركة اللي تكون صفر يعني ما الاحتماليات حركة يعني يبقى ساكن يبقى ساكن ما يتحرك فبهالحالة مالتنا راح تكون عندي احتماليات حركة واحدة اللي هو الجسم بي ينزلق واحدة البي ينزلق ومن خلاله راح تجيب مقدار القوة بي اما الحالة الثانية اي وبي ينزلق ان كجسم واحد ما راح تطبق على هاي الحالة يعني الواير من عامل الحركة عندنا هذا السؤال عندي تلاث اجسام جسم اي وبي و سي الجسم اي مربوط بحبل الجسم بي عليها قوة بي لليمين شو راح تكون عندنا احتماليات الحركة اول شي ان الجسم اي مربوط بالحيط فاحتماليات الحركة الى هي لا شيء يعني يبقى ساكن يعني كأننا ما نتخيل السؤال هو بس بي و سي اما اي راح يكون ثابت من بعدها نجي على الجسم بي و سي الجسم بي مصلط بقوة بي يعني اكو قوة قاعد تسحب هذا المستطيل بي فمن تسحبه راح يتحرك فاذا اول حالة عندي اقول له المستطيل بي راح يتحرك ونبدأ نحل ونجيب القوة بي طبعا الحالة الثانية احتمالية الحركة الثانية راح يكون عندي البي والسي راح يتحركون كجسم واحد يعني ما اعتبر هذا مستطيل و هذا مستطيل لا كأننا ما مستطيل كبير وده ينسحبه قوة واحدة وراح يصير عندي بي بسي يتحركين كجسم واحد تبقى عندنا اخر حالة هاي الحالة عندي مستطيل بي افق اي ومستطيل اي عامودي شنو احتماليات الحركة عندي هنا راح تكون عندنا تلف احتمالات للحركة الاحتمال الاول احنا نعرفه هذا الاي راح ينسحب نتيجة تأفير القوة بي اما الجسم بي راح يبقى ساكن الاحتمال الثاني ان جسم اي والجسم بي راح يتحركين كجسم واحد واثنيناتين ينزلقا الاحتمال الثالث اللي هو جديد ممكن الاي ينقلب يعني يصير بي اوبر تيرنين وهاي الحالة نفسها ما الحالة ننزلق للانقلاب لاخدناها المحاضرة السابقة حالة ثابتة جسم اي راح يصير بي اتب انقلاب يعني نفس الشروط اللي اخدناها بالمحاضرة السابقة للانقلاب ان اول شي يكون الجسم طولاني عامودي ثاني شي يطيني الابعاد مات ثالث شي القوة تكون مركز الشكل فما فوق فمجرد ما تصير هاي العلامات بالسؤال معناها الجسم راح ينقلب زين عدنا هذا السؤال عندي هنا شكل على شكل حرف L من هنا عندي قوة ميتين وعشرة طاون من هنا عندي هنج نعطيني المسافات مع الشكل هذا الشكل يلامس المستطيل A من الأعلى والمستطيل A جالس على المستطيل B نعطيني معامل الاحتكاك MU لكل سطح يعني معامل الاحتكاك للأرض نعطينيها نص معامل الاحتكاك بين B و A معامل الاحتكاك بين A والشكل والجسم A مسلط عليها قوة P تسحب لليمين يريد بالسؤال maximum P for motion to impend يعني أغلب الأسئلة بالميكانيك تنعرف من شكلها من رسم السؤال ومعاديا بالسؤال الطاني عبارة motion to impend عاي معناها آني بالكيس 2 كيس 2 اللي هي الشروع بالحركة وحنا قلنا هاي الحالة هي نوع من أنواع الأسئلة للكيس 2 الشروع بالحركة وعلامة الشروع بالحركة موجودة بمنطق السؤال لازم يتكون هاي العبارة موجودة بالسؤال والعلامة الثانية وقلنا من شكل السؤال طبعا هنا لازم يطيني الأوزان يعني مثلا A فد وزنه 300 والB وزنه 400 فأول خطوة بالسؤال أحدد احتماليات الحركة بعد ما عرفنا طبعا هذا موضوع الفريكشن وعرفنا الحالة الثانية وهذه هي الحالة مال الثانية هنا عندنا احتمال يعني الحركة احتمال الأول المستطيل A ينزلق واحدة لأن قوة مسلطة علي B فرح تسحمه الاحتمال الثاني الأي والبي رح يتحركن اثنينها تنسوه لأنه ما جسم واحد في الحالة الأولى نفرض A رح ينزلق واحدة ونرسم الفري بادي دايجرام هذا الجسم A سنتر ماتة بالمنتصف يعني مستطيل أصلت قوة الوزن للأسفل مقدارها 300 عند القوة P تسحب لليمين القوة P تسحب لليمين إذن قوة الاحتكاك تصير لليسار وهذه قوة الاحتكاك هي F-max يعني case 2 والF-max هي لميو في الأن بس يا ميو لميو بين أي وبي اللي هي لميو 1 في أن 1 مادام هو سماها وراح سميها 1 إذا مطأني تسميات عادية نسميها 1 نسميها 2 بس هنا احنا عندنا ثلاثة فالصير هاي مثلا 1 2 3 نانا ومسميلي هاي ميو واحدة ومسميلي هاي 1 2 خلأ أغير التسمية مالتها هاي صير 1 2 3 زيان عندي هنا قوة احتكاك ثانية اللي هي من جسم A مع الشكل الفوضاء فأيضا القوة P تسحب لليمين قوة الاحتكاك أيضا تكون لليسار يبقى عندي رد الفعل ال-N يعني لكل فعل رد فعل ال-A مستند أو جالس على صندوق B فال-B عندها ردة فعل ورا يكون تجاه للأعلى بالمنتصب وراح سميها N2 يبقى عندي ردة فعل الشكل على هذا الشكل حرف L على الصندوق A فصير عندي مننا أيضا N1 الميو 1 قيمتها 0.3 بصير 0.3 في N1 الميو 2 عندي 0.4 في N2 ويريد P يبقى عندي N1 وN2 مجهولات ال-N2 يعني إذا أخذ سميشن F-Y ما ترهم لأن عندي N1 وN2 مجهولات فلازم أجيب مجهول يا أما N1 وأما N2 شو رح أجيب هذا المجهول رح نجيب هذا المجهول Free Body Diagram دائما بالميكانيك من يجيني أسئلة تفصخ يعني مكون من جزء ثلاثة أو أكثر أو حتى بالفرام من شنة نفصخ دائما نأخذ الشكل البعيد عن المجهول يعني هنا شنو المجهول هو P P متصله بA فما أقدر رأيسا أرسم Free Body Diagram للشكل A ما ينحل عندي السؤال فأرسم للجسم البعيد اللي هو هذا الشكل الفوق على شكل حرف L راح أجيب منه مجهول وعكس على الصندوق A عدنا القوة 210 عدنا هنان يعني يتحلل مركبتين قوة وفقية قوة عمودية فرضان هاي النقطة اسمها E بيصير عندي EY و EX شو بقى عدنا برسم Free Body Diagram ها طبعا منها نسية ترسم هاي يبقى عدنا يعني هذا الجسم A هذا الجسم A يطي ردة فعل على الشكل يعني لكل فعل ردة فعل وهو ملامس للقطعة هاي هاي القطعة الفوق عن طريق هذا المثلف فهاي الان تكون عمودية ونسميها N1 هي نفسها هاي N1 سنانا للأسفل لأن الشكل A نانا ستصير للأعلى على هذا الشكل حرف L تبقى عدنا آخر القوة يعني نحن هنا هذا المستطيل A ده نسحبه فمن نسحبه رح تتولد لدينا قوة احتكاك هاي قوة احتكاك يتكون ما بين AUB و A والشكل الفوق فمن أرسم Free Body Diagram للشكل فأيضا لازم أرسم قوة الاحتكاك بس هنا قوة الاحتكاك هاي رح أرسمها هنا عندي ملاحظة مهمة جدا قبل نرسم قوة الاحتكاك عكس القوة P للجسم اللي يتحرك يعني هنا رسمنا A هذا A من السحب قوة الاحتكاك عكس قوة P يعني إذا أرسم قوة الاحتكاك للشكل نفس أما إذا أرسم قوة الاحتكاك للشكل الملامس ماذا رح أرسمها ويكون هذا الشكل الملامس هو ساكن ثابت يعني هذا شكل يعتبر ساكن يعني مثبت منه بهنج فهنا ملاحظتنا شي تقول نقدر نعرف اتجاه قوة الاحتكاك للجسم الثابت من خلال الجسم المتحرك يعني الجسم المتحرك هو أي هذا قوة الاحتكاك مات الفوق الملامس لهذا الشكل تجاه لليسار هنا رح قلوب يصير تجاه لليمين يعني اتجاه حركة الاحتكاك للجسم الساكن هي عكس اتجاه حركة الجسم المتحرك وانا يشوف الجسم المتحرك مات هو هذا A قوة الاحتكاك مات صغيرة لليسار اذا من اجي ارسم free body diagram للجسم الساكن الملامس الى ارسم ها بالعكس اي لليسار اي صر لليمين اي كانت لليمين اي ارسم N1 هنالا هذا free body diagram ليش رسمت حتى اجيب N الى N1 حتى حل السؤال فهنالا اريد N اشتا راح اجيب N summation of fx ما تفيد عندي مجاهي الاثنين فراح اخذ عزم بنقطة E القوة E ستتصفر مرات بالنقطة وراح اجيب N summation moment بنقطة E يساوي صفر كل شي دور مع اقرب الساعة موجب عندي هالقوة ميتين وعشرة الدور حول نقطة E مع اقرب الساعة اذا موجب ميتين وعشرة هي قوة عمودية اذا اخذ لها المسافة الوفقية مسافة الوفقية من القوة النقطة E هي ثلاثة زاد اثنين خمسة N دور عكس اقرب الساعة صير سالب N1 N1 الدور حول نقطة E عكس اقرب الساعة صير سالب N1 قوة عمودية مسافة فقية من N نقطة E هي ثلاثة قوة الاحتكاك الدور حول E ايضا عكس اقرب الساعة صير سالب وانت ثلاثة في N1 ما عندي بعض قوة يساوي صفر الناتج الان راح يكون عندي ميتين وثمانين نرجع للسؤال مالتنا اخذ الانوان نرجع للسؤال اقول N1 هي ميتين وثمانين صارت N1 معلومة اذا اخذ summation F Y راح اجيب N2 والFX راح اجيب P summation F Y ساوي صفر كل شي للعلى موجب N2 للعلى 300 للأسفل سالب 300 N1 سالب ميتين وثمانين ساوي صفر N2 summation F X ساوي صفر كل شي لليمين موجب P لليمين قوة الاحتكاك Mu لليسار سالب 0 3 N1 180 قوة الاحتكاك الثانية اليسار سالب Mu 2 هي 0 4 قوة الاحتكاك N2 580 ساوي صفر ما عندي بعض قوة صف المعادلة P تطلع 316 حالة الثانية A و B راح نزلقا كجسم واحد نرسم Free Body Diagram Center لهذا الشكل يكون هنا بالمنتصف تقريبا نخلي عليه الوزن الوزن هو راح يكون وزن A زاد وزن B يعني 400 زاد 300 القوة P هذا الشكل A قوة P لليمين قوة الاحتكاك لليسار قيمتها Mu 3 في N3 Mu هي نص نص في N3 N3 هي ردة فعل الأرض على الجسم B بالمنتصف طبعا لدي هنا قوة احتكاك أخرى اللي هي الشكل B و A مع هذا الشكل على شكل حرف L يكون اتجاه لليسار لأنها القوة لليمين قوة الاحتكاك الصغير لليسار لأن أنا إذا أرسم Free Body Diagram للجسم المتحرك فمن أرسم Free Body Diagram للجسم المتحرك قوة الاحتكاك الصغير عكس القوة P بس من أرسم Free Body Diagram للجسم الساكن مثل هذا شون الحالة السابقة سنطبق ملاحظة الجسم الساكن من خلال عكس قوة الاحتكاك بس من أرسم Free Body Diagram للجسم المتحرك نفسه للواضع A.U.P لا قوة الاحتكاك اتجاه يكون عكس القوة P بالسؤال هو مسمي لليهاي Mu1 سصير Mu1 N1 Mu1 هي 0.3 في N1 N1 ردد فعل هنا نصر للأسفل وجبنا مقدارها هي 280 Summation of Y تساوي 0 كل شيء للعلى مجب N3 للعلى ناقص 700 للأسفل ناقص 280 للأسفل مشارتها سالب تساوي 0 N3 Summation of X تساوي 0 كل شيء لليمين مجب P تساوي 574 زيان صار عندي P هل P 574 جبتها من حالة A والP انزلقا كجسم واحد والP الثانية من حالة انزلق A واحد هل كان نقدار 316 يه سأختار هو يقول maximum P maximum P يعني اختار P الأقل 574 316 إذن P تساوي 216 إذا P maximum نختار P الأقل قال minimum P نختار P الأكبر 574 ما قال maximum ولا minimum بس قال find the P for motion to pin راح اختار الأقل اللي 516 صعوبة هذا الموضوع هو بتخمين اتجاه الحركة يعني اتجاهات الحركة متنوعة متابقة ولهنا ينتهي فيديو اليوم وإن شاء الله نشوفكم مرحلة ثانية بمادة مقاومة موات وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق إن شاء الله أي سؤال أي استفسار بتبووا لي بالكومنت وشكرا على تفائلكم ونشوفكم إن شاء الله الفيديو قادم